قال الله العلي العظيم في محكم كتابه وجليل خطابه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في الواقع كلمة مختصرة جدا بمعنى اللقاء أمسي لم أمتعب نفسي في تحضيرها وإنما هي إثارات من الجيد أن أذكر بها نفسي في هذا الشهر الكريم من المهم للمؤمن أن يستحضر الهدف الذي يريد أن يصل إليه بل في كثير من القضايا ممكن تقييم العمل صحة العمل من عدم صحته بالمقدار تحقيقه للهدف القرآن الكريم يشير إلى أن هدف الصيام هو أن نصل إلى التقوى ولذا المؤمن يدرس وضعه هل أن صومه يحقق هذا المعنى أو لا يحقق هذا المعنى يكتشف ما قبل الشهر الكريم أو في كل يوم من أيام الشهر الكريم هل هناك تغير في شخصيته؟ ربما كان يسب كلكم منزهين ولكن أمثلة فقط لتقريب الفكرة يقضل على زوجته يهين زوجته يسب زوجته يضرب زوجته على المستوى الأسري في مجالس الاجتماعية يستغيب، يسقط، ينتقد بعنف على مستوى المجتمع لأحتكاك الاجتماعي لا يغم بصوره وينظر نظرة الحرام يشتهي الشهوة الحرام يفتح التلفاز وينظر نظرة الحرام عندما تمر ساعات الشهر الكريم هل هناك تغيرات على هذا المستوى أو لا؟ في الخبر الشريف عن أمير المؤمنين أشجعوا الناس من غلب هوا يعني إذا أردنا أن ندرس البشر والناس ونشخص أقوى البشر أشجع البشر منهم هم من يسيطرون على هواه ولذا ولد عن الباقر صلوات الله عليه لا قوة كغلبة الهوا القوة التكمن القوة الحقيقية هي تبرز في إيه؟ في أن الإنسان يتحكم في هواه بأن يجعل كل عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ولذا إحنا أيام المدارس تستذكرون قصة تعلمناها من الكتب المجرسية أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما جثم على عمر بن وجد وأراد أن يستل رأسه يقطع رأسه بسق في وجهه ولذا يقال أن الأمير قام ومن ثم عاد على عمر بن وجد الآن واحد يسيطر على هيكون من عند عمر بن وجد وما أدراك ما عمر بن وجد ولذا لما سئل الأمير قال قد بسق في وجهه ربما في الوضع الطبيعي أن الإنسان يعطي ردة فعال فربما يشوب هذه الضربة ما ليس لله ولذا الأمير محب خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ولذا المؤمن يريد أن يحقق هذه الغلدة يريد أن يصنع القوة في شخصيته وهذه العكاساتها على كل أبعاد حياة الأنسان أحد العلماء على ما في بال يقول من أخطر الآيات التي تمر على ذهني أن الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع من أخطر ما يمر في حياة الأنسان سواء كان في بعده الأسري في بعده الاجتماعي في بعده الاقتصادي في بعده السياسي في بعده العسكري أنه يسير لا منهج يتصور أنه المنهج الصحيح وأنه يتقرب به إلى الله عز وجل ولكن ليس كذلك سئل الكاظم صلوات الله عليه ما العجب الذي يفسد العمل أن شنه العجب الذي يفسد عملي ما يخليني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقال صلوات الله عليه العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا ويعجبه ويحسب أنه يحسن الصنع الإنسان نتيجة اتباعه للهوى أحيانا يعجب برأيه يستبد برأيه ويتصور أنه الحق النازل من السماء وأن ما عداه في الواقع على باطل وإذا كيف الإنسان يستطيع فعلا أن يتجرد عن الهوى إذا تلاحظون كثير ما نؤثر أنا حتى إذا واحد أراد ينزل على الأرض كثير ما نؤثر علاقاتنا بالدين الآن تعالوا لو أردت أن أقسم الوضع السياسي أبنى بالفلد وعادة ما أرغب لحن أقسم المجتمع أعتقد ممكن أن أقسمه بنظر أولية إلى ستة أقسام تلاحظ عندنا قسم إسقاطي أنصح التعبير عندنا قسم إصلاحي عندنا قسم خلني أسميه اتقائي يعني ممن يعمل بالتقية ويحرم الحراك وهذا قطاع عام ليس بسيطة صح هو رأسه في الرمال يعني لم تحن له الفرصة أن يبرز رأسه ولكن في قطاع لا بأس به هناك قسم خلني عبر عنه انتهازي هناك قسم إرضائي يميل مع السلطان بشكل وآخر ممكن أن أقول هناك قسم انهزامي ما إلي على كل حال يحاول أن يبتعد ويفر من سحاته الآن أترك الأقسام الثلاثة خلني الآن مع الأقسام الأولى الأسقاطي الأصلاحي الاتقائي كل واحد ينطلق من رؤية دينية وكلهم متدينون يعني حتى الذي يحرم الحراك ويأتي بغايات ويأتي بآيات ويقيه بموضع سياسي الآن لست في صدد من هو الصح ومن هو الخطأ إن شاء الله كلهم مشتهدون وكلهم يرجون ماذا يرجون الله سبحانه وتعالى المحرم والمجوز والمحلق والمجم أحيانا نتكلم على مستوى براءة الذمة كلهم يبحث عن طريقه الذي يبرأ ذمته إلى الله سبح ولكن الحق واحد في علم الله لابد أن يكون الحق مع أحد هؤلاء ليش إذن هذا الإختلاف في الإطار العام جزء كبير منه بحسب اتباع الهواء الآن أنا ما أحدد منه أضرب مثال هذا حتى إحنا نكون دقيقين على مستوى الأرض وفي حياتنا أتكلم الحياة الذاتية الآن ما ينفع عادل الشعلل والعالم صفقت لي أو العالم سبته أنا إذا جيت بين يدي الله سبحانه وتعالى أملك حج فعلا تبرئني أمام الله قوله لحظ سؤل الأمير صلوات الله كم بين الحق قل بين الحق والباطل أربع أصابع ووضع يده بين عيني ألا فإن ذأيت شيئا فهو الحق أو ما رأيته فهو الحق وما سمعته وما سمعته فأكثره باطل الآن تعال إلى الواقع الأكثر قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان في كل أو في أغلب القضايا قال فلان خب كيف أنا أستطيع الآن حتى على مستوى التشخيص الواقع عليكم السلام ورحمة الله أنه لابد يكون عند الإنسان فلنظر دقيق أفلح من صلى على محمد وآله فالإنسان لابد فعلا أن يتمئن بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني في تقييم القضايا في تشخيص القضايا أحيانا الكثير منه يعتمد بشكل كبير أحسن رحم الله يعتمد على في الواقع مزاجة الآن عادل الشعلة مزاجة ثورية يشخص دائما القضايا بالمزاجة الثورية وفعلا ها ولهذا أنا متعد عن السياسة أحد أسبابها أعرف نفسي وإذا أجود المنبر أحرق الأكوة الماء أحيانا واحد هو خوة فيه دائما يوجه الأمور يحدد الأمور في اتجاه شنو في اتجاه اللي يبعدها وإثنين ومخطعها الكلام الآن كلامي كله عن الهوى كيف الإنسان يستطيع أن يتجرد عن الهوى ما يميل إليه ويشخص الأمور وفق رؤية دقيقة وصحيحة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق كما قال أمير المؤمنين ولذا الإنسان حتى يصل إلى الحق لا بد أن يتجرد يتجرد عن أنصح التعبير تهوره ويتجرد عن جبنه إذا كان جبانا حتى يعطي النظرة موضوعية وشجاعة نابعة من الرؤية الشرعية ومن الرؤية الموضوعية وإلا كما ذكرت الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعة شهر رمضان وماذا لتحقيق هذا الهدف باقي دقيقة حتى أنهي الموضوع لاحظة أيها الأحباب التقوى هدف حتى إقامة الدولة لاحظة أي حراك أي حراك كان إذا لم يكن هدف التقوى ويتحرك بوسائله بالتقوى هذا حراك مشبوه أو حراك مريض الذين أمكنوهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الآن بالمعروف والنهي عن المنكر هذه في الواقع تقوى المجتمع تقوى الوضع السياسي الصلاة هي التقوى الذاتي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمعروف والمنكر إذن تلاحظوا كل العبادات الآن هو طبعاً الهدف المتوسط العبادة الصلاة الصوم الزكاة هي كل أهداف صغرة التقوى هو هدف وسط أنصح التعبير في هدف ماذا أعلى على المفصدة الحديث عنها ولكن أريد أن أبين أن التقوى هدف يمنعي أن يكون في ظل حراكنا السياسي في ظل حراكنا الاجتماعي ولذلك المؤمن في شهر الله عز وجل يدرس يعيد حساباته كل واحد من عندنا يجلس مع نفسه شنه الأمراض الموجودة في شخصيته شنه السلبيات شنه الأخطاء يضعها يذونها على ورقة ويحاول من خلال هذا الشهر الكريم أن يغير من واقعه هناك رواية تخطر في ذهنه في الواقع خطيرة أن المؤمن إذا لم يتب في شهر شعبان أو في شهر رمضان بقي هذا العمل أو بقي على هذا الذنب إلى شعبان المقبل مضمون الناس قديم في الواقع رغبت أن أراجع هذا النصف مثل هذه الأيام ولذا هذا خطير يعني الآن عشرة أشهر الإنسان يعني إذا لم يتب هذا شهر التوبة شهر المغفرة ينبغي أن نعيد حساباتنا كلنا ماكو واحد من عندنا إلا لابد عند التقسير بينه وبين الله عز وجل يعيد حساباته في علاقة مع الله في علاقة مع أهله في علاقة مع والدين أختم بهذا الحديث بما مضمونة أن العبد أو المؤمن قد يكتب باراً في حياة والده ويكتب عاقاً بعد مماتهما وأحياناً العاكس قد يكون عاق في حياتهما ويكتب بار بعد مماتهما أقول أيها الأحبة أعزائي أخواني أبنائي نحن في هذا الشهر الكريم آمل أن يكون أباءكم كلهم موجودين ولكن لابد من أحدنا عند أم أو أب ميت ولذا في هذا الشهر الكريم لا ينسى بالدعاء لا ينسى بالاستخفاض أم أو أباً حيين أو ميتين يهدي إليهما ثواب أعمالهما سبس توفيقة خصوص أنتم في دار الغربة أغلبكم أو كلكم بعيدين عن أمهاتكم وبعيدين عن آباكم دعاء الأم اهتمام الأم هو السر توفيقكم في الغربة السر سموتكم في الغربة أحياناً يشوف الإنسان عنده صبر وعنده سكينة أحد أسبابها هو دعاء الأم ولذا حاولوا أن ترضون أمهاتكم ترضون أبهاتكم إذا واحد ما موجودة أمه يرضي خالته في بعض النصوص تقوم مقام الأم وتطلبون منهن الدعاء تطلبون من أمكم الدعاء تطلبون من خالتكم الدعاء هي سور توفيقكم في حياتكم في غربتكم أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعاً على أنفسهم بما يعين بها الصالحين على أنفسهم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين